عماني بعد انتهاء العمليات العسكرية في مدينة الموصل ولا يزال أكثر من 300 ألف شخص من سكان هذه المدينة يعيشون نازحين ولا يمتلكون منازل ليعودوا إليها ويشكل هذا العدد جزءا يسيرا من إجمال عدد النازحين في العراق والذي يقدر بنحو مليوني نازح المديرة في المجلس النرويجي للاجئين في العراق ريشان هانيذا قالت إن معاناة الحرب التي انتهت قبل عامين مستمرة بالنسبة للنازحين كمعركة يومية من أجل البقاء وأضافت أنه بعد عامين من انتهاء الحرب فمن المخزي جدا أن يرى الآلاف من الأسر والأطفال لا يزالون يعيشون في مخيمات نزوح وفي ظروف سيئة للغاية لعدم القدرة على العودة إلى أحيائهم التي لا تزال مدمرة مشيرة إلى أن البعض منهم حاول العودة عدة مرات ولكنهم واجهوا طريقا مزدودا وبالرغم من الاهتمام الذي يوجهه العالم إلى الموصل قبل عامين أثناء المعارك إلا أن هذه المدينة أصبحت منسية حاليا وسط ركام الخراب حيث يقدر المجلس النرويجي عدد المنازل التي تعرضت للضرر أو الدمار بمائة وثمانية وثلاثين ألف منزل مضيفا أن هناك أكثر من ثلاثة وخمسين ألف منزل سويت بالأرض في الجانب الأيمن من المدينة بينما تعتمد معظم العائلات النازحة على المساعدات الإنسانية بعد أن استنفدت كل مدخراتها وأصبحت مديونة ولا يقتصر الأمر على الدمار الذي تعانيه المدينة ففقدان بطاقات الهوية وغيرها من الوثائق الأساسية لا يزال يشكل أحد العقبات الرئيس أمام الآلاف من الأسر التي ترغب في العودة حيث يحرم النازحون من أبسط حقوقهم كمواطنين ويصبح من الصعب عليهم التنقل بحرية كما يمنعهم افتقاد هذه الوثائق من التملك والحصول على وظائف ويؤكد المجلس النرويجي أن جهوده بإصلاح وإعادة بناء المنازل ومساعدة الذين لا يحملون وثائق مدنية على الحصول أو استرداد هذه الوثائق ليست كافية بسبب غياب الإرادة السياسية ونقص الموارد التي تخصصها الحكومة ما يجعل العملية طويلة ومرهقة للغاية وتعيق رغبة النازحين في العودة كما تتسبب في تفكيك أسرهم ومجتمعاتهم في هذه المدينة المنكوبة ترجمة نانسي قنقر